تحليل اجابات النشاط التمهيدي. اه بعد ان قمتم باجاباتكم في النشاط التمهيدي دعونا نحلل هذه الاجابات لانها مهمة جدا حتى اه نستمار في تحليل التشكت الزهني في العملية التعليمية. اه اول شيء يجب ان نعرف ان الكل مشارك في مسئولية التشكت. يعني احمد اه في صلاته اه مشارك انه مشتت. امام المسجد اه عندما لم يعتني بقراءة القرآن بشكل جيد اه مشارك. اه جار احمد اه مشارك جاره الذي قام باقاف السيارة وايضا جاره في المسجد الذي قام بتشغيل اه النغمة الموسيقية. الذي اصطحب معه طفل في المسجد. كلنا مشاركين في مسئولية التشتت التي تقع على الطالب او على المعلم. اوكي? طيب. العنصر الثاني ان المشتتات كثيرة جدا في حياتنا. والثورة التقنية وثورة السوشيال ميديا ساهمت في زيادة المشتتات. فهي اه تحاربنا في في كل مكان. فالمشتتات كثيرة جدا جدا جدا. الشيء الثالث اه التركيز يحتاج تظافر كل الجهود. بما اننا جميعا مشاركين في مسئولية التشتت فنحن بالتأكيد نستطيع ان نجعل التشتت التركيز. اه المعلم عندما يدخل الدرس امام المسجد عندما يقوم بالتلاوة بشكل جيد من يدخل المسجد مسلا ويغلق يجعل الهاتف على الصامت الى اخير. فايضا في الموقف التعليمي كما سنعرف ان شاء الله لاحقا. كلنا نشارك في هذه الدور الاساسي والمهم. آآ نكمل. المشتتات داخل المنزل اكثر بكسير جدا من خارجها. يعني احمد لو كان قام بالصلاة داخل المنزل ولم يذهب الى المسجد كان سيجد المشتتات اكثر. اه التلفزيون اخواته. آآ جيرانه. آآ وسائل الترفيه. المعيشة. فاحمد عندما ذهب الى المسجد فبالتأكيد المسجد المشتتات فيه اقل. بنفس الشكل ايضا في المدرسة. عندما نذهب الى المدرسة المباشرة بتأكيد المشتتات فيها تكون اقل بكثير من ان نتلقى التعليم عن بعد في المنزل. اذا في المشتتات المنزلية اكثر كثيرا وسنتعلم ان شاء الله كيف نستطيع ان نقللها بشكل كبير. آآ الشيء الاخير آآ تشتت احمد في الصلاة او تشتت الطالب في المواقف التعليمي عن بعد لا يعني ان نمتنع عن الصلاة. لا يعني اطلاقا ان نقول لا 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 يصلح هذا الشيء انه يعني سأعود الصلاة عندما استطيع التركيز. نحن دائما في حرب. في حرب مع آآ نزغات الشيطان وساوس الشيطان في الصلاة نستعيز بالله نزهب مبكرا. آآ نرتدي ملابس جيدة آآ نسع الى المسجد في روية نصلي صلاة آآ استفتاح المسجد آآ آآ نركز في الصلاة نقول الله اكبر فننسى كل الدنيا نصلي آآ ختام الصلاة الادعية السنة تماما في الصلاة عندما نقوم بهذه الاشياء حتى نصبح اكثر تركيزا ايضا في التعليم عن بعد ان شاء الله كما سنعرف نستطيع ان نقوم بكثير جدا من الاستراتيجيات التي تساعدنا على ان نصبح آآ اكثر تركيزا في التعلم عن بعد ولا نعني بهذا فقط الطالب ولا فقط المعلم ان الطالب والمعلم والاسرة وبئة المدرسة كل هذه العوامل يجب ان تتكاتف وتتظافر لتحقيق هذا الهدف الاسمة وهو تحقيق اعلى معدل من آآ التعليم الجيد